المشروعين هذالي مربحين جدا والحمد لله توفقت الشركة في هذا الاستثمار صحيحنا عندنا 6% لكن احنا نراغب هذا الاستثمار وعوايده جيدة وقعدت ترتفع سنويا ومتوقعين انه تستمر هذه ان شاء الله في المدى الطويل يعني وتساند سيولة الشركة بالنسبة للاتريات مشروع الاتريات اعتقد انه اخد شوط طويل من المراجعة من جانب الشركة يعني خاصة انه هناك خسائر بالنسبة شركة العطريات تتكون من شركتين او استثمار العطريات يتكون من شركتين شركة هي شركة الكويت للبرازايلين وشركة اخرى اللي هي شركة الكويت للستايرين شركة الكويت للستايرين الحمد لله وضعها جيد هذه مساهمة بين شركة العطريات مع داو الشركة داو الشركة الثانية اللي هي البرازايلين هذه شركة تملكها العطريات 100% طبعا شركة لغرين تساهم 20% في شركة العطريات فمعنات أنها تساهم 20% من أرباح وخسائر شركة البرازايلين وضع شركة البرازايلين طبعا ما هو وضع الطبيعي وإن شاء الله عندنا قمنا بدراسات من شركة لغرين وقامت بعد الشركة نفسها بدراسات للوضع المالي والعقود اللي عندها وبنفس الوقت مؤسسة البترول قامت بدراسة الوضع والكل متشاركين بأنه لابد من تعديل الوضع هذا لهذه الشركة عشان تنتقل من خسائرها الحالية إلى أرباح إن شاء الله مثيلاتها في العالم طبعا الشركة هذه نقصنا مثيلاتها بالعالم ووجدنا أن مثيلاتها بالعالم تتمتع في وضع جيد جدا في هذا الوقت خصوصا لأن أسعار البرازايلين عالية هذا يبين لك الوضع الخاطئ للشركة نفسها بتوجهتم إلى المملكة العربية السعودية أو بصدد التوجه إلى المملكة العربية السعودية لعمل مشروع هناك لماذا المملكة العربية السعودية؟ طبعا إحنا يعني على مستمرين في أن نشوف الفرص الاستثمارية الجيدة وطبعا الفرص الاستثمارية الجيدة لازم تكون عندك أنت الخبرة اللي فيه الصناعة هذه عشان تقدر تقرر عليها إحنا نستعمل الخبرات العالمية معانا بنفس الوقت لكن خبرتنا بعد في البرازايلين اللي هو يؤدي إلى مواد أساسية وهي الـ PTA والـ PET وهذه المواد اللي هي تكون البلاستيكس هذه أساسا هذا عطا لنا الفكرة أن نقوم في المشروع في الكويت أو في سعودية طبعا باشرنا إحنا في دولة الكويت أن نشوف مدى إمكان أن نبني المصنع في الكويت لكن وجدتنا مصاعب كثيرة ولليوم إحنا مستمرين بالنقاش مع PIC بأننا نقوم في إنشاء هذا المصنع في الكويت بنفس الوقت في مشروع مماثل في مملكة العربية السعودية من المصفات ساتور اللي هي بين أرامكو ويتوتال وهذا مشروع قائم والمشروع هذا راح ينتجه في 2013 فهذا يعطي فرصة أخرى على أساس أن تكون المنطقة رائدة في مادة البرزايلين ومنها إلى الـ PTA والـ PET اللي هما مواد أساسية لكثير من ضمنها أصلا البوليستر مصانع البوليستر في العالم مصانع البوليستر في البرزايلين